بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 بارت 9 استيراب انكروج ريكويرمنتز بنتكلم على موضوع الانكروج في حالة استخدام الاستيرابز ليه علشان نقوم الشير سترس الموجود على القطاع فبنقول ان الاستيرابز طبعا بتقدي الى ان الشير سترنس بتاعت الخرصانة بتزيد اللي هي الخرصانة المسلحة اللي هي عبارة عن الشير سترنس بتاعت الكونكريت بلاس الشير سترنس اللي جاية من الاستير فاحنا بنفترض هنا ان الاستيرابز ممكن توصل لمرحلة الييلد ولازم وانا بستخدمها تبقى والانكروج هنا في مجموعة من الفقرات موجودة في الكود زي ساكشن 1212 في الاسيي ايه اللي هو الفرجن 318 ايه هي الريكويرمنتز اول حاجة عندنا سواء الهوكس دي كانت على زاوية تسعين أو مية خمسة وثلاثين أو مية وتمانين دي اللي هي أرقام الأقطار اللي أنا حشتغل عليها الـ FY بنفترض أنه بيساوي أربعين كي اس آي نمبر سيكس and نمبر سيفن and نمبر ايت في حالة الـ FY أكبر من أربعين يبقى احنا عندنا تو كيسس للبار ممكن يستخدم الأقطار دي في حالة الـ FY بتساوي أربعين أو أكبر من أربعين standard hook plus a minimum impediment must be used section 7-11 requirement الكلام ده بيبقى مهم جدا لأن ده الجيد بالنسبة لنا لما تحصل أي مشكلة بنرجع للفقرة اللي هي بتتعامل مع الـ stir-ups and crush requirements for minimum stir-ups in beams with compression reinforcement لما يبقى عندي area steel dash في حالة الـ beam subject to stress reversal or الـ beam subject to torsion يبقى في الحالتين دول نرجع على طول للفقرة ديت ونشوف الـ details بتاعة الـ stir-up anchorage ترجمة نانسي قنقر